نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء صحة فيديو تدولته بعض مواقع تواصل الاجتماعي يزعم نشوبة مشاجرة بأحد فنادق الغردقة نتيجة تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء وأوضح المركز أنه فور تدول الفيديو تم تشكيل لجنة من مسؤولي كل من وزارة السياحة والأثار ومدرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية لفحص لحوم الموجود بهذه المنشآة الفندقية وذلك للتأكد من سالمتها والكشف عن مدى جودتها وأكدا أن جميع اللحوم المقدمة بالمنشآة الفندقية سليمة وسارية الصلاحية دون وجود أي أنواع من اللحوم المخالفة